بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العيدين وتوقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد قال الإمام البخاري رحمه الله باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد قال أبو سعيد رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنه وما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أطحن إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجه وقال إن أولى نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجى فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عدله لأهلي ليس من النسك في شيء فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة قال ذبح ولا تفي عن أحد بعدك فبيذكر هنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في يوم أطحى إلى البقيع فصلى ركعتين في العيدين أول ما نفعل هو أن يصلي الإمام صلاة العيد وقلنا هي صلاة من ركعتين ثم أقبل عنا بواجه وده الشاهد من الكلام هذا هو الشاهد بعدما صلى صلاة العيد بالنس ثم أقبل عنا بواجه وقال يبقى خطب فيه الناس وقلنا فيه الخطبة بيستقبل الناس بواجه بيستقبل الناس بواجه كما أنه في خطبة الجمعة بيستقبل إمام الناس بواجه ويبقى مستدبر القبلة متوجيا إلى الناس حتى يسمع الناس ما أراده من الوعظ والإرشاد وقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة يبقى النسك هيبدأ بصلاة الإهدين ثم الخطبة ثم بعد ذلك يعود إلى بيته لكي ننحر قال نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر يبقى نبدأ بالصلاة وكذلك الخطبة بعدها لأنه خطب الخطبة بعدما تم الصلاة أقبع ناس بوجه وخطب في الناس وبين لهم ما أراد من عظى أو عبر أو عظات وكذلك بيان أيضا لسنن العيد في يوم الأضحى إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر قال فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا هذه السنة وبينا أن الإنسان لابد أن يكون حريصا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يتقدن الإنسان لفعلة أو لفظة يعود دائما كده إلى السنة ماذا قالت السنة في ذلك الشأن وما ينبغي أن أفعل في ذلك الشأن وكيف أفعل حتى نقول في مسألة إتمام الفعل كيف أتمم هذا الفعل بنعود دائما إلى السنة هذا شرف وفخر الإنسان أنه يعود دوما إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتكلم بما تكلمت به السنة ويفعل ما فعلت السنة قال فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما شيء عدله الأهل ليس من النسك في شيء فقام الرجل فقال يا رسول الله إني ذبحت أي ذبح قبل الصلاة وعندي جذعة خير من مسنة قال أذبحها ولا تفع عن أحد بعدك قال أذبحها ولا تفع عن أحد بعدك كيف هو ذبح قبل الصلاة وقد يسمي نساء هذه أضحية لكن هذه ليست بأضحية ليس العبرة بما سمى ذلك الرجل ولكن العبرة بوصف السنة فالسنة وصبت أن الأضحية هي ما تذبح بعد صلاة العيد هي ما تذبح بعد صلاة العيد أما إن كان الزبع قبل الصلاة فهذه شاة لحمة كما قال ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الإمام بخيري رحمه الله الباب التالي قال باب العلم الذي بالمصلى قال باب العلم الذي بالمصلى فذكر رواية عن عبد الرحمن بن عامس رحمه الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عنده دار كثير ابن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلاد وعضوهن وذكرهن ورهن بالصدقة فريطهن يهوين بايدهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو بلال إلى بيته فذكر باب العلم الذي بالمصلى يعني بيحدد المكان الذي صلى فيه العلم الشاهد يبقى شاخص كده يقول هذا المكان مكان فلاني يبقى مكان بيعرف هذا علم يعني هذا علم يبقى لما بنصف مكان ونسمي هذا المكان يبقى هذا علم علم على ما أردنا وعلم على المكان فقال باب العلم الذي بالمصلى يعني أين كان يصلي يبقى أين كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عدي فقال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولما كان يوني الصغر ما شهدته طبعا معروف عبد الله بن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا ولكن قال لو لا مكان ابن الصالد ما شهدته حتى أتى العلم الذي عنده دار كثير ابن الصالد حدد المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويقاطب أولا القوم قال صلى عنده دار كثير ابن الصالد ودار كثير ابن الصالد لم تكن موجودة على عاد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس رضي الله عنه يصف المكان ما كانش فيه دار أساسا دار كثير ابن الصالد بنيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو سمية لم تسمع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن عبد الله بن عم باسل بيكلم بيقول أين ذلك المكان فبيصف وصف بعلم بشاهد بشاخص قلنا يعرفه الناس يعرفه الناس فقال حتى أتى العلم الذي عنده دار كثير من الصل هذا الدار لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الدروج ده في هذا المكان وهذا هو المكان الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال حتى أتى العلم الذي عنده دار كثير من الصلب فصلى ثم خطب يبقى مكان يعرف يبقى علم يبقى ده نقول علم المكان الفلاني بنسميه سواء بشخص سواء بمبنى بما يتعرف عليه الناس يبقى المكان الفلاني يبقى ده قلنا علم على هذا المكان قلنا حتى إذا أتى الإنسان ذلك المكان أين ذهبت نقول ذهبت إلى المكان الفلاني يبقى ده علم يبقى بيحدد المكان ويصف المكان بما هو يعرف عند الناس يبقى بما اشتغر ذلك المكان عند الناس بالشرط أن العلم ده كان موجودا قبل ذلك لكن لما وجد ذلك العلم لما بنصف نصف بذلك العلم فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلاد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما خطب خطبة العيد اتجه إلى النساء حتى يسمع النساء ظن أنه لم يسمع النساء فذهب النساء ووعظ النساء وأمرهن بالصدقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال تصدقنا قال تصدقنا فتأثرنا بموعظة النبي صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك كنا يقضفنا ماء يعني الحلي في سوب بلال رضي الله عنه ثم انطلق هو بلال إلى بيته أن المرأة تتأثر دايما يبقى عطيفة المرأة عطيفة جياشة فدايما كده بتتأثر بالموعظة ولكن يبقى أن تكون موعظة برفق وأيضا فيها شفقة وفيها رحمة يبقى تدل المرأة أو ندل المرأة على الخير وهي فعالة لذلك الأمر وهي فعالة لذلك الأمر وأن النساء عندما تصدقنا وألقينا في ثوب بلال رضي الله عنه يبقى كنا يلقينا الحلي وأنه دي أغلى ما تملك المرأة يبقى لما تعثرت يبقى ضحت بأغلى ما تملك وهو الحلي فكنا يقضفنا ذلك الحلي في ثوب بلال رضي الله عنه ثم انطلق هو بلال إلى بيته فما ذكر الباب التالي باب موعظة الإمام النساء يوم العين فبواب الإمام بخاري رحمه الله قال باب موعظة الإمام النساء يوم العين ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصل فبدأ بالصلاة ثم خطو فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكى على يد بلال وبلال بصر من الثوبة يلقي فيه النساء الصدقة قلت لعطاء قال ابن الجراج لعطاء زكاة أوم الفطر قال لا ولكن صدقت تصدقنا حينئذ تلقي فتقها ويلقين قلت أترى حقا عن إمام ذلك يتيهن ويذكرون قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون أيضا في رواية عن ابن عباسد رضي الله عنه قال شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه وصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده حين يجلس بيده ثم أقبل شقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات أبيعناك ثم قال حين فرغ منا أنتنا على ذلك قالت امرأة واحدة منهن لم يجيب غيرها نعم لا يدري حسن من هي يعني لا يدري ما اسم هذه المرأة قال فتصدقنا فأصى بلال ثوبة ثم قالها الأمة لكنا فدا أبي وأمي فيلقينا الفتاق والخواتيم في ثوب بلال قال عبد الرزاق الفتاق والخواتيم العظام كانت في الجاهلية قال باب موعظ الإمام النساء يوم العين يبقى خص النساء بهذه الموعظة ظنه لم يسمع النساء فراد أن يسمع النساء ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج النساء ذوات الخضور والعواتق من بيوتهنة حتى لو كانت مرأة حائد تخرج إلى المصلة بتشهد دعوة الخير ودعوة المسلمين وإذا صلى الإمام اعتزلنا المصلة وكذلك كان لها نصيب من ذلك الوعظ كان المرأة لها نصيب من ذلك الوعظ لذلك بينا أن المرأة حال النشوذ أول سبيل يبدأ به الرجل للإصلاح والتقويم هو الوعظ هو الوعظ التذكير دائما التذكير وأذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين ولكن الذكرى لن يبغى أن تكون برفق وبشفقة وأيضا فيها الرحمة يبقى فيها الرحمة والشفقة وكذلك الرفق يبقى الكلمات مغلفة كده بالشفقة والرفق قلنا لا شك أن لها تأثير يعني لها تأثير في النفس دائما النفس بتأبى الجفاء أو الغلظة أو التوبيخ أو التقريع نفس تأبى ذلك الأمن وبالتالي كان الغرض الوعظ وبالتالي أن تخير الأسلوب الذي يصل به ذلك الوعظ إلى من أردنا فقال باب موعظة الإمام النساء ومالعين وذكر هذه الرواية كانت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلنا فبدأ بالصلاة يبقى في العيد سواء كان الفطر أو العطحة يبدأ بالصلاة ثم يقابل الناس بوجهه وبعد ذلك يخطف فيه ثم خطبه فلما فرغه نزل فأتى النساء فذكرهن ويتوكع على هذه بلال وبلال بصل ثوبة يلقي فيه النساء الصدقة يبقى أول ما وعظ النساء وذكر النساء وأمر النساء بالصدقة لم يتأخرن لم يتأخرن ولكن نقولنا ألقينا بما يملكنا من هذه الحلية في ثوب بلال رضي الله عنه يبقى أنها تتأثر المرأة بالموعظة وأيضا نجد أن عندها التضحية التضحية تضحي بأغلى ما تملك اللي هو الحلية فقلت العطاء زكاة أوم الفطر قال لا ولكن صدقت صدقنا حينئذ يعني آل دي صدقة لما وعظ النساء وقال صدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا وبين له النبي صلى الله عليه وسلم المسألة قلنا العظة دي يعني نرى فيها الشفقة والرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم على نساء أمته يعني نرى فيها الرحمة والشفقة ساعة إحنا بنمسك بقى فيقول إيه أكثر أهل النار من النساء لكن انظر إلى الشفقة يعني ما دفع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الموعظة للنساء إلا الشفقة على النساء إلا الشفقة جاء لإنقاذ الأمة من الهلاك يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم لإنقاذ الأمة من العذاب ومن الهلاك والرحمة المدى وبالتالي يبقى لابد أن إحنا نبصد كده كيف كانت الموعظة موعظة مؤثرة موعظة مؤثرة حتى تأثرنا بها النساء وقالنا قصد النساء لكي يعظ النساء ويذكر النساء ومروننا بالصدقة فعلى ذلك قلنا خوفا عليهن وشفقة من النبي صلى الله عليه وسلم على النساء دائما كده إحنا ننتبه إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لما قال النساء ناقصة عقل ونهدي لما يكون بباب التعيير ولما يكون بباب السب ولا الشتم ولكن من باب بيان هذه الخلقة يبقى المرأة ناقصة عقل ودين وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيه نقصان العقل يبقى شهد المرأة على الناس وشهد الرجل إيه نقصان الدين تمكث المرأة الليالي والأيام لا تصل وتصوم قلنا كنتيجة الحين يبقى ده أدي نقصان الدين وأدي نقصان العقل لكن لم يقل ذلك من باب التعيير أو السب أو الشتم أو الانتقاص من شأن المرأة يعني البعض يستعمل هذه الكلمات بهذه الصورة نقص صدق النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أننا كنا نقصة عقل ودين وما لاش كده من باب السب ولا التعيير ولكنه بيان هذه الخلقة يعني المرأة نقص عقل ودين وبين نقصان عقلها فين شهد المرأة على الناس وشهد الرجل ونقصان الدين المرأة تمكث الأيام والليل لا تصلي ولا تصوم وأنك نتيجة الحين أو نفسها وغير ذلك دي أمور الله تعالى التلبية المرأة وكذلك أيضا يبقى إحنا ننتبه يعني ننتبه ده نعتلنا يعني كيف أرى المرأة كيف أراها كيف أعامل المرأة كل هذا عشان إحنا نتعلم كيف نعامل المرأة كيف نعامل المرأة يبقى سيرات عندكم كما قال وكما بيان النبي صلى الله عليه وسلم فقلت العطاء زكت يوم فطر قال لا ولكن صدقة تتصدقنا حين إذن تلقي فتقها وألقي قلت أترى حقا الإمام ذلك يأتهن ويذكرون قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلون يعني في تقصير في هذا الجانب يعني معنى الكلام في تقصير في هذا الجانب يبقى الخطبة لما بيخطب الإنسان يبقى سواء حتى خطبة ديوم على غير ذلك أو أي عظة فعلى ذلك إن كان هناك عظة توجه للنساء يبقى توجه إلى النساء تذكير دائما التذكير التذكير للنساء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنه قال شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبي بكر وعمر وعمر وعثمان رضي الله عنه يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كأن ينظر أي حين يجلس بيدي يعني بيجلس الناس ثم أقبل أشقهم فحتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبيعنا ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك قالت امرأة واحدة منهن لم يجلب غيرها نعم لا يدري حسن منه يعني ما يدريش منه المرأة فتصدقنا فبصد بلال ثوبة وبالتالي على ذلك وألقينا ما يملكنا من ذلك الحلية فيلقينا الفتخ والخواتيم في ثوب بلال ثم ذكر الإمام بخدير رحمة الله الباب التالي قال باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد يطرى عند ذلك تمتنع عن الخلوب ولا ماذا تصنع المرأة إلا لم يكن لها جلباب ساتر تخرج به لصلاة العيد قال باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد يبقى ممكن المرأة ما عندهاش ما لبس زي شرعي تخرج به إلى الصلاة يطرى ماذا تصنع هل تقعد في البيت أم ماذا تصنع قال باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد ثم ذكر رواية عن حفصة بنت سيرين رحمه الله قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد فجاءت مرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوجة أختها غزى مع النبي صلى الله سنة عشرة غزوة اثنتين عشرة غزوة فكانت أختها معه في ست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى وندول كلمة فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قالت تلبسها صاحبتها من جلبابها فليشدنا الخير ودعوة المؤمنين قالت حفصة فلما قدمت أم عطي أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا قالت نعم بأبي قال لما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي قال ليخرج العواتق ذوات الخضور أو قال العواتق وذوات الخضور شك أيوب والحيض ويعتزل الحيض المصلة وليشدنا الخير ودعوة المؤمنين قالت فقلت لها الحيض قالت نعم أليس الحائط تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا فبوما الإمام بخاري إذا لم يكن لها جلباب في العيد يبقى أن كان المرأة معندها جلباب يعني لباس ساتر تخرج به إلى صلاة العيدين ماذا تصنع هل تتخلف عن صلاة عيدنا يقول لا ولكنها يعني تستعير من أختيها جلبابا لتخرج به إلى صلاة العيد فتقول حفصة بنت سيرين رحمة الله كنا نمنع جوارينا أن يخرجنا يوم العيد نقول له لا الصلاة دي للرجال وبيخضوا معهم الأولاد لكن النساء لا يخرجنا أقول على ذلك هذا مخالف لدي النبي صلى الله عليه وسلم فرحة وصرور لابد أن تظهر فرحة وصرور على جميع المسلمين صغارا كانوا أو كبارا ذكرانا كانوا أو إناثا نظر الفرحة هذا مشعير الدين دي مشعير مشعير الدين وبالتالي على ذلك نظر الفرحة في الطرق والشوارع وكذلك في ذهبنا إلى صلاة العيدين نظر ذلك الفرحة بل لما تخرج تخرج بذلك اللباس الساد إلا ما يكون لها جلباب تستعير من أختها كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأت فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزى مع النبي صلى الله عليه وسلم اثنتين عشرة غزوة فكانت أختها معه في ست غزوات فقالت فكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة يبقى دي كانت مهمة المرأة لما بتخرج مع الجيش كان من أجل مدوات المرأة ونقوم على المرضى ونداوي الكلمة نداوي أيضا جراح من جرحة في المعامة فقالت يا رسول الله على إحدانا بأس إذا لم يكن لاجل باب ألا تخرج وأن دائما في حرص من الصحابيات رضو الله عليه وسلم يعني الواحدة ما تاخدش قرارها كده أو حتى الصحابي ما كانش بيأخذ قراره كده من رأيه ولكن دوما كانوا يعودون إلى النبي يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده كان حال الصحابة وحال أيضا نساء الصحابة رضو الله عليه وسلم يبقى ما كنا يخذنا ذلك القرار حيث يرينا ولكن يعودون ويرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفسرون فده حال المسلم دايما ده حال المسلم دايما فلذلك قالت يا رسول الله على إحدانة بأسه إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال تلبسها صاحبتها من جلبابها فليشد الخير ودعوة المؤمنين هي برضك محتاجة أن تشهد الخير ودعوة المؤمنين قلنا المشهد ده ليه تأثير في القلوب يعني لما بنجد كده كم كبير من الناس على طاعة الله سبحانه وتعالى واكتمعوا في ذلك المكان لطاعة الله سبحانه وتعالى ليه تأثير أساسا في النفوس ليه تأثير في النفوس بيرفع به المنسوب الإيماني للإنسان لما يورى ذلك المشهد فنجد أن المؤمن يفرح لما يرى ذلك المشهد وهذا الاجتماع الغفير للناس لأداء هذه الشعيرة أو إظهار هذه الشعيرة مش عائر يعني هذه مش عائر ديننا المطلوب فعلا أنه نظهر شعائر الدين ونظهر البهجة والفرح والسرور في هذه الأيام كما المطلوب أن نظهر الفرحة والسرور والبهجة بهذه الأيام وندخل أيضا السرور والبهجة على أهلنا ولذلك فيها التوسعة على الأولاد وعلى الأهل فيها التوسعة على أولاد وعلى الأهل فقالوا تلبسها صاحبتها من جلبابها فليشدنا الخير ودعوة المؤمنين يعني لماذا تحرم من هذا الخير لماذا تحرم المشهد ده ليه تأثير يعني الإنسان كثير بإخواني فليه تأثير في النفس وتأثير في القلب قالت حفصة فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا تتثبت تتثبت من الخبر قالت نعم بأبي وقال لما ذكرت النبي صلى الله سلام إلا قالت بأبي قال ليخرج العواتق وذوات الخضور أو قال العواتق وذوات الخضور يبقى المرأة في خدرها أو العذراء في خدرها أو البكر في خدرها وأنه نساء يعني لا يخرجنا إلا على النضرة ولكن في ذلك اليوم يخرجنا يبقى لا يقودنا في بيوتهن ولكن يخرجنا ليشدنا الخير ودعوة المؤمنين وقال ليخرج العواتق ذوات الخضور أو العواتق وذوات الخضور إبقى المرأة يعني البكر اللي هي بتبقى في بيتها وقللت الخروج قللت الخروج قال والحيض يعني بيشير أيضا وأن لي لأنه طبعا هنا في مسألة الصلاة هي لا تصلي ولا تصوم مرأة الحائد وكذلك لا تمكث في المسجد المرأة الحائد فأن حتى لا يلبس هذا الأمر ويشكل هذا الأمر فقال والحيض يعني بيبين هنا هذه المسألة الحيض أيضا يخرجنا ليشدنا الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلة طب ماذا تصنع قالت يعتزلنا المصلة وليشدنا الخير ودعوة المؤمنين حتى لو كان مرأة حائد حتى لو كانت حائد عن نفسها قالت فقلت لا الحيض يعني تأكد عن المعنى قالت نعم أليس الحائد تشهد عرفات وتشهد وكذا وكذا بعد دينه مش بتشهد عرفات تشهد عرفات فعلوا كل ما يفعل حج غير إلا تطوفي بالميت يبقى المرأة لو خرجت ويبقى وصيبت بالحيض يبقى بتلبي من المقات تلبي من المقات بل تقتسل كما بياننا قبل ذلك تقتسل للإحرام يبقى عند الغسل ده مش حرفها منهم بميمانة ولكن دلت على ذلك السنة السنة دلت على هذا الأمر أن المرأة حتى لو كانت حائدا أو نفساء يبقى لما تيجي تهل بالحج أو بالعمرة يبقى عند ذلك تختسل يبقى ده غسل إحرام عرام نوع غسل اللي يرفع به مانع لكن ده عبودية لله سبحانه وتعالى عبودية يبقى أنا أقول لما إحنا نحكم العقل كده يقولك طب أنا ما هتغتسل ويحاقد كده هترفع الحيضة لا ترفع الحيضة طب لماذا تغتسل الشرع كده أنت عبد لله دايما كده الأمور يعني إحنا يعني دايما بيقفزنا عند التحليل تحليل الأمر أو يا طرى فين العلة فين الحكمة لا أنا عبد لله عبد ثبت النص وصح النص يبقى التابع غد النظر ظهرت لها الحكمة ألا تظهر إحنا غير مطالب أننا أسأل عن الحكمة أو العلة ولكن رب الله سبحانه أمرنا يبقى هذا قول صحيح وثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى سمعنا وطعنا بقى هذا لا أسأل بصنع إلا هذا بصنع يابد أنه يتربع على ذلك دي العبودية لله عودة متمثلة في السمع والطع يبقى فيما أمر الله عز وجل وفيما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قال أفعل فعالنا قال أترك تركنا وبينا قال ذلك إن الاتباع ده أمر ميصر جدا إيه الاتباع يعني أقول وأتكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأسكت فيما سكد عنه النبي صلى الله عليه وسلم أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم حياتي كلها مترجمة كده يبقى أذني كده بتاعي وأستمع إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بصني كده يقع على تصرفات وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فعلنا ترك تركنا تكلم تكلمنا سكت سكتنا يسعى المسلم أن يسكت فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى المسلم أيضا أن يترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نفعل ما فعل ونتكلم بما تكلم هذه الاتباع كل المسألة كده أقول لك فلتحاكي يزال رجل فلتحكي يزال رجل تحكي ازاي يبقى يحن مطلوبنا نهي كمسلم وحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في مقال وفي مفع يبقى هحال المسلم قد الاتباع نقول ما أيصر الاتباع ما أيصر الاتباع كما قال ابن سنة رحمه الله ما أيصر الورع دع ما يريبك إذا ما لا يريبك الورع ده سهل ومش صعبه المسألة كلها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني المسألة صعبة صعبة لا لاست بصعبة لكنها سهلة وميسورة على من يصل الله عز وجل عليه ذلك الأمر فقلت لها الحيط قالت نعم أليس حيط تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا الحائط هي بتولي بالحج أو تولي بالعمرة من المقاط غير أنها لا تطوب بالبيت حتى تطهر وبالتالي الحائط في حال الحج بتأتي إلى تبيت بمينة في اليوم الثامن بعدما أهلت وكذلك بتذهب عرفات تبيت بالمزدالفة وبتفعل أيضا فعال الحج غير لها لا تطوب بالبيت حتى تطهر يبقى تطوب الإفادة يبقى على ذلك لا تطوب تطوب الإفادة حتى تطهر لكن بتفعل كل ما يفعل حج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دي مناسكه فلذلك بترد عليها بهذا الدليل أي سهل حق تشهد عرفات وتشهد كذا وكذا ثم ذكر الباب التالي قال باب اعتزال الحيض المصلى قال باب اعتزال الحيض المصلى ثم ذكر في رواية عن أم معطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق ذوية الخضور قال ابن عون أو العواتق ذوية الخضور فأما الحيض فيشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلنا مصلى قال فأما الحيض فاشهدنا جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلنا مصلاهم يبقى هي بتشهد دعوة الخير ودعوة المؤمنين لكن عند الصلاة تعتزل المصلاة تعتزل المصلاة قلنا المصلاة ده في الفضاء الواسع ليس في المسجد فليس لا حكم المسجد لذلك أمر الحيض أن يقردنا ليشهدنا دعوة الخير ودعوة ألمي ولا يحرمنا من ذلك ثم ذكر الباب التالي قال باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلاة قال الإمام بخاري رحمه الله باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلاة فذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلاة في نفس المكان كان ينحر أو يذبح بالمصلاة دائماً كده القدوة يتقدم بفعله ليقتدى به فيظهر هذه الشعائر وأنه حتى يقتدى به حتى يقتدى به هذا بالنسبة للقضوة الأصل في أي طعات تبقى الاستصرار إلا المكتوبة يبقى على ذلك في الأماكن لكن لو صامر سنصر منافلة صلى نوافل زبح لله سبحانه وتعالى يبقى الأصل في الاستصرار إلا إن كان يقتدى به فيظهر ذلك حتى يقتدى به الناس في فعل الخيرات مع أمن الفتن عليه ثم ذكر الباب التالي قال الناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب قال أباب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شات لحم فقام أبو برد ابن نيار رضي الله عنه فقال رسول الله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وفتعجلت وأكلت وطعمت أهل وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شات لحم قال فإن عندي عناقا جذعة هي خير من شاتي لحم هل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبح فقام رجل الأنصار فقال رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب لهم شاتي لحم فرقص له فيها صلى الله عليه وسلم أيضا في رواية عن جندب رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم أوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليزبح أخرى مكانها ومن لم يزبح فليزبح بسم الله قال من ذبح قبل أن يصلي فليزبح أخرى مكانها ومن لم يزبح فليزبح بسم الله فبواب وترجم الإمام بخاري رحمه الله هذه الترجمة على هذه الروايات قال بام كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب ونرجى الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة نكتب بذلك القدر أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم